شاركت القوات المسلحة وعدد من الوفودة السياسية والعسكرية رفعة المستوى للدول المشاركة من بريطانيا وعلمانيا واليونان وإيطاليا وعدد من أسر ضحايا معركة العالمين والمحاربين القدماء زيارة النصب التذكري لمقابر الكومنويلث بمدينة العالمين ذلك لإحياء الذكرى الثانية والثمانين لمعركة العالمين والتي دارت أحداثها بمصرح عمليات مدينة العالمين في عام 1942 تضمنت المراسم وضع أكاليل الظهور على النصب التذكري لمقابر الكومنويلث ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العالمين العسكرية الذي يعد تجسيدا لمعركة العالمين وتخليدا لذكرى الحرب العالمية الثانية